موسيقى السلام عليكم و اهلا وسهلا بكم فيديو جديد و وصفة جديدة نتمنى الامر دي لكم تكون بخير و الى خير معكم بشرة من قناتكم شيبوت بشرة اشبي انا اتمنى تشتركوا في القناتي اذا كنتوا اول مرة تشاهدوا القناة و اعجبكم المحتوى اللي كان قدم فرحوني بالاشتراك و فعلوا الجرس لكي تصلوا دائما بجديد الوصفات و مرحبا بكم كاملين في القناة اليوم بإذن الله فالفيديو جيتكم صبلي ملح سهل في التحضيره مكونات و جيد اقتصادية بالنسبة لهذا الصبلي سنحضره ب125 جرام من الزبدة و بالنسبة الاخرواد اللي غادي سولوني على الكمية اللي خرجت لي هاد 125 جرام دي الزبدة فهي خرجت لي 118 حبة فكنت منها فعلا انكم تجربوه كي يجي مقرمش للديد بزعف ان شاء الله غادي نشارك معكم الطريقة و المكونات دياله لا تنسوش خليوا لي لايكاتكم و شاركوا الفيديو مع الها الى و الاصدقاء بلا ما نطغل عليكم يلا هم مع بعضياتنا نتعرفوا على المكونات و الطريقة ديالتحضاء بالنسبة المكوناتها تصاب لي فبالنسبة العجين غادي نحتاجوا هنا كيف ما كتلاحظو معايا ثلاثة ديال حبات ديال الجبن انا استعملتها كالجبن متلت ممكن تستعملوها كالجبن مربع لحسب لي متوفر عندكم عندي هنا يجوج حبات من البيض اللي يكونوا متبسطين و يكونوا فتراجة حرارة ديال المطبخ غادي نحتاج كدليك الملعقة صغيرة ديال الخردل اللي هو المطارد راس ملعقة صغيرة ديال التحميرا اللي هي البابريكا و راس ملعقة ديال البضر و ملعقة صغيرة ديال الملح غادي نحتاجيني مية خمس و عشرين جرام ديال الزبدة فانا استعملت الزبدة ديال مارغارين ممكن استعملوه اي زبدة متوفر عندكم او اللي كتفضلو تحضرو بها السابلي و عندي هنا يكاسو نص ديال عنبا ديال زيت نباتية و من طبيع الحال غادي نحتاجوا الدقيق كي بقى دائما اه دقيق حسب الخالط بالنسبة لطريقة بإذن الله غادي المداودة باكي فما كتشوفوا معي اول حاجة خطيت نايا مية و خمس و عشرين جرام ديال الزبدة كنضيف عليها ثلاثة ديال قطع ديال جوب المتلت و غادي نضيف عليها التوابل مع هد مع القدية المطارد ممكن اضيفه هنا بالنسبة لاخوات اللي بغاوين اسموها السابلي ديالهم بودرة ديال التول فاتقدروا تديروها و اضيفو كذلك راس ملعقة ديال هريسا كي بقى لها حسب انتو ما اللي بغيتو فبالنسبة للطريقة كيف ما كتشوفو معي اه كنخدم زيان الزبدة مع الفرماج و مع التوابل من بعد كنضيف دك كاسونس ديال الزيت و غادي نخدمهم زيان حتى كنساجموا ليه مع بعضياتهم كيف ما غادي تشوفو معي و غادي نضيف عليهم جوج حبات من البيض اللي تكرت ليكم عندي هنا هي البيض متوسط غادي نعود نخلط مرة اخرى كيف ما كتشوفو معي بالنسبة للزبدة كيف ما اتكرت ليكم انا استعملت هكا الزبدة ديال مارغارين فاخديتها كانت عنديها كافة اللاجه حاولت هكا نديرها في كسر و ناغر ندوبها واحد شوية باشها كيسر عليها نخدمها من طبعه الحال فهات السابلي من بعد اخواتي كان بدكا نضيف الدقيق الفورس انا استعملت هكا الخاص بالحلويات كنبقا كنضيفو شوية بشوية حتى كتجمع لي العجينة و كيف كتعرفو باش ينجح لكم السابلي ديالكم و مايتقلش لكم اللي كتديرو هكا في الفرن ديالكم باشي طيب فضروري تخدموه في اللول كيف ما كتشوفو معي بها الطريقة و من بعد غادي تبقي و كتجمعو هكا العجينة بالكاف ديالكم فقط ما تلقوش نهائي العجينة فشحة من احدها كتصوب السابلي و ملي كتديرو هكا في الفرن كي الحجم ديالوية اما كي صغار او لا كيعواج لها فضروري انكم تديروها الطريقة بالنسبة العجينة كتجمعو فقط و دائما كتبقو كتضيفو الدقيق شوية بشوية و انتم ما كتجمعو حتى كتولي عندكم عجينة اللي هي رطبا ماشي قصحة كيف ما غادي تشوفو معي ان شاء الله و بالنسبة للدقيق ديال الفرس كيف ما اذكرت لكم راكي يبقى لحسب النوعية ديالو فمنقدرش هكا نعطيكم الكيمية بالضبط اللي ممكن انكم تديروها فكل لوحدة كيف ما اذكرت لكم نضيف هكا المكونات كاملة و تبدأ كتضيف الدقيق شوية بشوية حتى تحصل على العجينة اللي كتجيها كارتبارككم كتعرفو العجينة ديال السابلي كيفاش خصتها تكون صافينا يبعد مجمعتها كيف ما كتشوفو معي بهذا الشكل غادي نحاولها كنقسمها على 4 من بعد غادي نبدا هكا نقدي هاد القويرات كيف ما كتشوفو معي و بالنسبة للاخوات اللي بغوا يخدمو بهذا العجينة مباشرة فتقدروا تخدمو بيها بالنسبة لي انا كالجو هكا سخون وغادي تعدبني هكا من غادي نبدا هكا نشكل في السابلي فغادي ندخلى واحد شوية تلاجة غير تبرد اليوم مددية العشرة دقيقة او العشرين دقيقة ومن بعد نرجع معاكم باش نخدموها مع بعضياتنا صافينا يبعد ما دست عشرة ديال دقيقة خديت اول كورا وخليت المكونات او العجينة عفوان الاخرى خليتها فتلاجة باش هكا تزيد تبرد عندي فتقدروا تعجنوها ديال العجينة كيف ماشتوا معايا ما فيها جنهائيا الخميرة فتقدروا تعجنوها بالليل وحتى الصباح تخليوها مطابعة الحال في التلاجة وفي الصباح مطابعة الحال كتشكلوا السابلي ديالكم كيبقى لا حسب انتوما الوقت هنا كيف كتشوفوا معايا خديت هناي ورق الزبدة كنحول هكا نطلق العجينة مبينتهم لان العجينة كتلتسق كيف ماشتوا معايا فضروري تديروها كوراق الزبدة او لكتاخدوها كبلاستيكا او لجوج ديال بلاستيكات وكتلقوا العجينة كتكون رقيقة كيف مكتشوفوا معايا من بعد خديت هاد القطعة كيف مكتشوفوا معايا هاد القطعة هاد دائرية سوف نحاول هذا من شكل دوائر كما تشاهدون معي و سوف نعطيكم السمك العجين فبالنسبة للشكل الأول سوف نعطي العجينة تكون رقيقة والشكل الثاني اللي ان شاء الله سوف نشارك معكم سوف نعطيه اغلاد واحد شوية من طبيع الحال كتستعملوا هكالمراش من اللي انتم ما عندكم بغيتوا تدروا الشكل اللي هو مربع اولا للشكل ديالو على شكل هيلال مهم الشكل ديال المراشم اللي انتم مبغيتو فكتشكروا من طبيع الحال صبلي ديانكم كيف كتلاحظوا معي فكن حاولها كنهز صبلي غير بالموس دائما كنتوزوها كفتقيق ومن بعد كنهزو غير شوية كيف ما كتشوفوا معي وهذه نستفون فلطة ديال الفران اللي درس لها من طبيع الحال ورق زبدة فضروري انكم هكا تدروا الموس ديالكم في الطقيق باش هكا يثالي لكم تزوها لان العجينة را كتلتسق غادي نعود هكا نشكل كيف ما كتشوفوا معي بالعجينة اللي بقتلية كنعود نطلقها مرة اخرى كتكون رقيقة وغادي نشكل مرة اخرى دوائر اللي غادي تشوفوا معي كيف ما كتلاحظوا معي العجينة را كتكون رقيقة باش هكا الصبلي ديالكم كي يجيكم هكا مقرمش فكنتمنى فعلا انكم نجربوا هات الصبلي را كي يجي لديد بزاف وان شاء الله غادي نشارك معكم المزيد هكا من الوصفات غير خليوا لي لايكاتكم شجعوني باش هكا نعطيكم المزيد من الوصفات هكا الملحة صاف هنا يحاولت هكا نستعمل هاد القطع اللي كنقطع بها كيف ما كتشوفوا معي دائما كندير هكا بشوية ديال الدقيق وكننزوم غير بشوية من بعد كنستفن فلطة ديال الفران وهناي اخواتي راني درت الفرن اللي كنت كنشكل هكا في الصبلي درت الفران كي يسخن على درجة حرارة مية وخمسين درجة خليت الفرن ديالي حتى سخن مزيانة اخواتي من بعد نقصتلي النار حتى المية درجة لان هاد الصبلي غادي نبغي هكا نطيبو على عفية اللي كتكون مهيلة من طبيعة الحل باش هكا كيتقرمش وكيتطبحتها من الداخل طب قبل ما اندخلت صبلي الفرن فبعد ما اشكلت هكا هاد دوائر فاخديت من طبيعة الحل بيضة كاملة اللي ضفتليها شوية ديال السلصة ديال السوجة كتعطيها اللون وكتعطي لها تصبلي المدق وخديت هناك كيف ما كتشوفوا معي هاد الزرارع فبالنسبة لها دورة كيتباعوا الناس اللي كيبيعوا لوازيم الحلويات فكتمشيوا وكتاخدوا غير خمسة ديال الدرهامرة فيها تبارك الله كيميالية كتيرة ففيها الشوفان فيها زرعة فيها زرعة الكتال فيها زنجل البيض وزنجل العادي فيها بزاف ديال الحويج اللي كيكونوا هكا صحيين وولدات بزاف صافيناي كيف مشتوا معي هاد الزرارع كان دهنها كثلاث ديال الحبات او الاربعات ديال هاد الصبلي من بعد كنوزع هاد الزرارع كيف ما كتشوفوا معي بش هكا كيسقولي على الصبلي وكنستمر بنفس طريقة اخواتي كان دهن دائما الوجه دياله فبالنسبة لها تصفر ديال البيضاء اخواتي كيعطي اللون زوين كيجينها كالصبلي ديالنا الملح كيجيم طبعية لحال هكا محمر صافي كانستمر بنفس طريقة كيف ما كتشوفوا معي دائما كان دهن كيميالي كتكون هكا قليلة ومن بعد كنوزع هاد الزرارع وكنتغط عليهم شوية بيديه باش هكا كيسقوا غادي ندخل شاء الله هاللاطة ديالي الفران كنخلي مطبعية الحال هات الصبلي كيطب من الاسفل على عفية اللي تكتلكم كتكون مهيلة بعدما هكا كيتتحمر كنطلعوا الجيال فوقانية باش يكمل هكا الطيب ديالو يتتحمر ديال من فوق وغادي نوريكم ان شاء الله الشكل ديالو النهائي بعدما غادي نخرجهم الفران فهناي بنسبة الاخوات نسيت ما اتكرت لكم الاخوات اللي عندهم الفرن ديال الغاز فكتشعلوا عليه النار من التحت فقط لانني هنا نسيت ما اتكرت لكم بنسبة الفرن كهربائي كتشعلوا عليه النار من الفوق ومن التحت ولكن كتديروا اللطة ديالكم في الجهة التحتانية كيف ما كتشوفوا معايا درت انا وانتم بمطابة للحال الى عندكم الفرن ديال الغاز كتشعلوا فقط الاسفل نار اللي كتكون مهيلة بزاف ومن بعد اخواتي من اللي كيتتحمر لكم الاسفل كتعودو تهبطوه باش كتكون عليه النار من الفوق وكيكمل طيب ديالو كيتتحمر صافي ادوي الشكل ديال الصبلي بعدما هكا طابو تتحمر فكيف ما كتشوفوا معايا كيجي لديد بزاف كيجي مقرمش هنا اخواتي بعدما كنخرج من الفرن ما كنقسوش فكنخلي حتى كيبردها كفلطة ديالو كيزيدها كياخد هذه كسخونية ديالاطا وفي نفس الوقت كيجيها كهشيش بزاف هنا بعدما برد عندي الصبلي شوفوا اللون ديالو كيجيها كمدهب من التحت فبصراحة كيجي لون موحد كيجيها كمحمر من الفوق ومن الاسفل صافينا بعدما برد غادي نحاولها كنستفوف تبصيل بنسباك الاخوات اللي دائما كيبغيوها كطريقة ليقدموا بها الوصفات اللي كنصوب لهم فان شاء الله اخواتي تجربوها طريقة ديال هات الصبلي ففعلا كيستحق منكم تجربوه كيجيبنين بزاف ومن طبيعة حال ما غاديش تشبعوه منه لانتمال لعائدكم بالنسبة ل مكونات هات الصبلي فان شاء الله تلقوها مكتوبة في صندوق الوصف وفي اول تعليق ان شاء الله اسفل هاد الفيديو هنا اخواتي بعدما طيب تلاطة اللولة فغادي ندوز ان شاء الله باش نشكل معكم الشكل الثاني اللي اذكرت لكم غادي ندير ان شاء الله العجينة ولكن هاد المرة فغادي نطلقها تكون غلطة واحد شوية غادي نوريكم السمك ديال هات كيف كتشوفوا معي فهذا السمك ديالو فهنا غادي نرش هاد المرة العجينة غادي نرشها ان شاء الله من الفوق بالقليل من الدقيق باشها كما تلصقش ليه في المرشم اللي غادي نستعمل فأنا غادي نستعمل هذا كيف ما كتشوفوا معي ومن طبيعة الحنتومي لكنتو هاكا غادي تشكلوا هات الصبلي ديالكم وما غاديش دهنوا نهائيا بالبط فضروري اخواتي مديروش ليه الدقيق من الفوق لانه غادي تحرق لكم في الفران سوف نقطع بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا معي غادي نوريكم الشكل ديال هاد المرشم فكيجيب هاكا فهذا المرشم مرة متواجدين حتى هما في الاسواق كينين اشكال اللي مطابعة الحال كتكون هكا زوينة بزاف كتختاروا الشكل اللي انتو مبغيتو بالنسبة لي انا في هاد الصبلي راني خدمت هكا بالمرشم اللي عندي في البيت سوفي غادي نستمر بهذا الطريقة كيف ما غادي تشوفوا معي حتى نشكل كامل العجينة بالنسبة لهذا العجينة اللي درت معكم اليوم فالنصف ديالها شكلتو من طبيعة الحال بهذا الشكل مربع والنصف الاخر فانا شكلتوه على شكل دائري اللي شتوه معي في اللول بالنسبة لهذا الشكل الخرجلية 58 حبة والشكل الدائري حتى هو 58 حبة كيف ما اذكرت لكم عندي هنا مية وتمنتاشر وحدة ديال هاد الصبلي المالح سوفي غادي نستمر بنفس طريقة اخواتي غادي نقطعوهم كاملين وكل مرة كنبقى كنندير هاد المرشم كنديرو فالدقيق بشكل عجينة ما كتلسقش فيه غادي نستمر بنفس طريقة وغادي نستفهم طبيعة الحال حتى هما في اللاطة ديال فران فما تخافوش انكم تلاسقوا بيناتهم كيف عرفتو مادرداش فيهم نهائيا الخاميرة غادي ندهنون بنفس الخالط ديال البيضة مع السلسط ديال الصوجة بالنسبة لأخوات اللي مامتوا فراش عندهم سلسط ديال الصوجة فاعتاخدوا بيضة كاملة كتضفو عليها شوية ديال ملحة يا اما كتضفو عليها شوية ديال هرزة او لشوية ديال تحميرا بشها كتعطيكم هادا كل لون ها كم ذهب وضروري تضفو ليها واحد القبيصة ديال ملحة بشها كاخواتي كيجيكم المدق ديال الصبلي ديال كم قد بنسبة لي انا فادرت السلسط ديال الصوجة كيف كتعرفو حتى هي كتكون ها كمالحة صافي بعد ما دهنت الوجه دياله غادي ندخلو ان شاء الله الفران دائما على درجة حرارة لي كتكون ها كناقصة بزاف غادي نخليه ها كيطيب من الاسفل من بعد ما كيتحمر ليه وكيبدا ها كيتحمر من الاعلى فاكن خرجو اخواتي قبلها كما يكمل طيب دياله كنخرجو من الفران وغادي نزينو بنسبة لطريقة ديال زينة اخواتي فانا غادي نزينو هنا يبل بافو او الى الخشخش فهو هادا حتى وكيتبع عند الناس اللي كيبيعو لوازم الحلويات وغادي نزين كذلك بشوية ديال الجبل احمر او الى الفرمج احمر وبنسبة لطريقة ديال زين كتبقى على حسب الرغبة ديالكم تقدروا تديرو فقط زنجلان اللي كيكون بيض مع شوية ديال بافو حتى وكيعطي واحد الشكل اللي هو زين بنسبة لصب اللي ديالكم طف هنا اول حاجة كنديرها فالفران عندي هنا يرامزه شعله عليه فغادي ندير هنايا الوسط غادي ندير فيه شوية ديال فرمج ومن طبعه الحال غادي نرش عليه واحد شوية ديال بافو كيف مدكت لكم تقدروا تديرو حتى اللوز ايفيلي بالنسبة لاخوات اللي عندهم اللوز ايفيلي فكتتحولوا انكم تدهنوا واحد شوية من طبعه الحال الوسط ديالها تصاب لي بشوية ديال الخالط ديال البيض مع السلسة ديال السوجة وعاد كتديرو شوية ديال اللوز ايفيلي باش هكا اخواتي كليسق لكم المهم بالنسبة للزين كيبقى لحسب اللي متوفر عندكم في الدار هنايا بعد مساليت كيف ماشتوا معي زينت هات تصاب لي بالجبل الاحمر كنبدك ان نرش هنايا شوية ديال بافو غادي نرجع انجاء الله الفران غير واحد دقيقة او لجوج ديال دقيق فقط كيدو بعندي ذاك الجبل ونوركم الشكل ديالو بعد ما نخرجو من الفران وكيف ما اتكرت لكم ديما خرجتو هكا السابلي ديالكم الملح من الفران فاحاولو انكم تخليو فلطة ديال فرن ديالكم حتى كيبرد ما تقيسوش لانهو كيكون هشيش بزاف وكيف ما اتكرت لكم باش كيزيد هكا بديك السخونية ديال لطة ديالكم كيزيد هكا كيتقرمش لكم من الداخل فهذا والشكل ديال هاد صابلي ليجيت درتو هكا مربع كيف ما اتكرتو معي احتى وكيجي لون اللي هو موحد كيجي محمر من الاسفل ومن الاعلى فالمدق ديالو كيجي هائل بهذاك الفرماج الحمر اللي ضفنا لي هكا كأيضافة في الفوق صافيو كنستف هكا الطبق ديالي بهاتشكل اللي كتلاحظو معيه والوسط غادي نعود هكا نشكل صابلي الاخر اللي على شكل هكا دائري وغادي نديرو من طبيعة الحال في الوسط بهاتشكل اللي كتلاحظو فكنت من الاقتراح اللي اقترحت لكم اليومات جربو اخواتي وعجبكم لانه كيجي رائع وكيفما اتكرت لكم موكوناتو جيد اقتصادية وكتتخرج لي نطبارك الله كيميالي هي كثيرة ومن طبيعة الحالي لمشيتو احتدرتو غير شكل واحد الادرتو ذاك الشكل اللي دائري اللي كتديرو العجنان اللي كتكون من طبيعة الحالة رقيقة بزاف فاكيد غادي تخرج لكم كيميال ديال 150 حباء او اكتر وكيفما ديما غادي نوريكم هكا باش شوفوا معي كيفاش كيجي سطابلي ديالنا هشيش بزاف غادي نوريكم هات الشكل مربع اللي كيجي هكا بالعجنة اللي كنديروها غليطة وغادي نوريكم ان شاء الله الشكل دائري اللي درناها رقيق باش شوفوهم كاملين كيجوا هكا بصراحة كيجي هكا هشيش بزاف وبنين وبهكا كنقول لكم ما تنسونيشها اخواتي بلايكاتكم الى ما زال ما درتوها شجعوني بلايك ديالكم شاركوا الفيديو مع العائلة والاصدقاء وانتلقوا ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفة اخرى وكيفما اتكرت لكم كل يوم غادي نبدأ نزل لكم فيديو يا اما مع الجوج ديال الزوال او لا الخمسة او لا مع السبعة انتظروا مني الجديد ان شاء الله خليتكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته